موسيقى بسرعة طويلة أمامياد الكرة الصراع ولكنها ضاعت على بالك تتعول طويلة عيد تنعيجي خروج سيدريك في الوقت المناسب إلى التماس الصالح أتليتك بارادو قلت غير واحد إلى حد الآن بنعياد اللعب أتليتك بارادو نعيد رياد مهاجم بمهاجم بينما شباب الوزداد بنفس الأسماء بنفس الرسم التكتيكي عنو وضع اللعبين القدامى الحضرين مهاجم بمجانب شباب الوزداد كالكسة الشركية يستغربون في اعتماد شباب الوزداد على كثة أبيض استرجاع في هذه المباراة وعشي جميل أن يحضر تخطر عديد المجوه اللعبين السبكين مجانب شباب الوزداد كالكسة الشركية من أجل مجانب شباب الوزداد اللعبين في هذه الفترة الصعب والحريحة كرة ثابتة إذن لصالح فريق أتليتك بارادو في تنفيذ اللعب رقم 49 موالي عمزة ينفذ هذه الكرة عالية وتدخل الدفاع عن طريق هردة في نهاية المطافة تبقى لصالحة تتك بارادو محاولة الانتلاق من الخلفة بسباحة مهير الجنح تماما هنا الخطورة لأتي تتك بارادو محاولة المرور تيئة الكرة تنائي من بوشينا بوشينا مصطفى وضعت هذه الكرة وفي نهاية المطاف ماذا يقول الحكم يقول مخالفة التدخل كان هكذا قوي التدخل قوي التدخل على مسباحة زكريا ومخالفة في مكان مناسب لأتليتك بارادو سيدريك كالعادة في تنظيم الجدار الدفاعي ويطلب من الجميع التركيز لأن هذه الكرة التابتة صعبة وخطيرة وعادة ما تشكل الخطورة على حراس المرمى التك بارادو تعادل بمولدية الجزائر استقبل يوم شباب الوزداد ثم يستقبل أولمبيك الديا ثم يخرج لأوة 60 هذه هي براية أتليتك بارادو في الأربع جوالات الأولى من عمر البطولة بوشنا هو الذي سيتولى التنفيذ قوية تستدن بالجدار لا زالت الكرة لسرعة أتليتك بارادو يخليها في ناية المطاف تخرج إلى وركنياني سرعة أتليتك بارادو الضاغت مع بداية الشوت الثاني من المباراة تتنفذ الركنية في القائمة الثاني خروج سيدريك لازالة الخطورة مع البديل بن عياد رياض عودة كامل عناصر شباب الوزددين الخلف تاركين المجال لشبان الأتليتك في هذه الانطلاقة في هذه المراوغة في هذه التمريرة ولكن الدفاع في ناية المطاف يدخل ويخرج هذه الكرة أمامكم آدم زرقان ابن سطيف وابن زرقان ماليك وخريج مدرسة أتليتك بارادو لكن ليس من المستبع أن يصنع الفراح ليتقى سطيفي في قادمة السنوات ميسي باح بوضاوي بو عبطا أنيس العودة إلى مساوية فيقة بوضاوي مرة أخرى أتليتك بارادو يحتفل بالكرة ولكن لا يخلق القرص تلقصه تلك الجرأة الهجومية وتلك اللمس الأخيرة في الهجوم انطلاقه استرجع الكرة وصعب هذه الكرة صعب خطيرة خطيرة محاولة التوزيع من ابن عيادة والتوغل يتوغل يوزى أرضية بوضاوي ضيع فرصة كبيرة لأتليتك بارادو سدد بقوة بقوة بعد هذا العمل من ابن عياد مر بن عياد راوغ بن عياد وزع بن عياد استدمت الكرة بالدفاع فسدد بوضاوي ومرت فوق العارض الوفقية هذه العادة للعمل الكبير الذي قام به بن عياد في نهاية المطاد بكل ما لديه من قوة بوضاوي سدد الكرة مرت فوق العارض الوفقية هذه أخطر فرصة فيه الشوطة الثاني من المباراة لأتليتك بارادو الذي سيرمي بكل ثقله في الوجو حتما في هذا الشوطة الثاني لأنه يدرك بأنه تضيع النقاط هكذا في المباراة الأولى حتى وإن كانت دربيات أمام المولودية وأمام الشباب أمور بعد ذلك تصعب تدريجيا لأنه كما قلنا أتليتك بارادو في الجولة القادمة سيستقبل أولمبي المدية لفاز أمام اتحاد سديب العباس وبعد ذلك تنقل صعب نصطيف أمام الوفق السطيفي بينما شباب الوزداد خسر المباراة الأولى أمام الليلة بثلاثة مقابل صفر على البساط ثم اليوم تعادل صفر مقابل صفر أمام أتليتك بارادو ثم يستقبل دفاع تاجنان وبعد ذلك الدرب العاصمي الكبير المرتقب أمام مولودية الجزائر الكرة إذن لصالح شباب بالوزداد الذي يقتفي بالاحتفاظ بالكرة في هذه المباراة دون الجرأة الوجومية اللازمة هل هو الخوف من جانب الياقى البدنية هل اختيارات شريف الوزداد ستار بالاعتماد على المسترجعين في وقت عنده شتال بإمكانه أنه يعطي الدفع اللازم من نعية الوجومية خاصة وأنه أتليتك بارادو لا يوجع هجوميا بين قوسين في هذه المباراة حتى والآخر فرص قليلة هل يلعب شريف الوزداد ستار من أجل التعادل فقط في هذه المباراة أم أن الحسابات ستتغير مع قادمة الدقائق الأكيد الشباب بأمس الحاجة إلى ثلاث نقاط حاجة إلى فوز كما هو معنى وبعد كل الذي عاشه وآتليتك بارادو بعد التعادل أمام الملودية يريد أن يفتتح الموسم ويفتح الشغية بانتصار في مباراة محلية أخرى هذه المرة أمام شباب الوزداد بشو الآن في الوسط العودة إلى بولخو بولخو يؤيد الكرة من حيث أتت تعود إلى بشو مرة أخرى الكرة دائما تبقى في وسط الميدان قليلة تنهي الفرص في هذه المواجهة هنا بملعب أمر عمدي ونحن نلعب الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة تنهي الفرص ينفذ الخطأ طويلة بالغ واحده في الوجوم بالغ واحده في الوجوم لذلك تساءلت لماذا لا يقح المشريف الوزاني ستار شبتال الكرة أمامية ناية بالغ شعف لما نشوفهم الصورة العلوية ست لعبين في الخلف لشباب الوزداد ما فيش من يربط بين الخطوط تماما وكأن ثلاثة خطوط معزولة ست لعبين في الخلف وأربعة في الهجوم واحدهم الآن يسعد سيدي بي وسعد معه السالمي اشتركوا في القناة من جانب شباب الوزداد في الوسط مخالفة بالغ صوفيان يطالب من الجمهور المزيد من المساندة والجمهور فوق المدرجات يتحرك لعب عمر عمدي كله مكتط بأنصار شباب الوزداد كأنهم يلعبون في ملعب عشرين أود التوسيع بايدال بلغ صوفيان قول أخوة يعاون أن يسترجع هذه الكرة الهدو والهدو والهدو والروعة والبرعة يا سلام على الطريقة التي أخرج بها الكرة البديل بنعياد بهدوء ورزانة ومع ذلك العكام برايم يقول المخالفة أتليتيك باردو لا أدري لماذا لم يترك له مبدأ لفظالية ويخلي يواصل اللعب مولي عمزة لمصابح مصابح زكريا تحياتنا لمصابح علي الكرة عند ابن عياد مصابح زكريا بن عياد بوضاوي الكرة لأتي في كفاردو خطيرة 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 وبعيدة في نهاية المطاف نية والفكرة خلتنا توقع أن تكون الكرة خطيرة لو ممكن منها بوضوك يسري ولكن أسال بنسبة للعارس سيدريك السيربي كلمة تدوي مدرجات ملعب عمر حمدي ببلغين ياتفون باسم فريقهم في أصعب اللحظات في أصعب الظروف وكأنهم يواجهون رسالة للجميع لن نتركك يا شباب يا بلوزداد وعيدا سنسير معك هو شعار ليبر ليبر بول ولكن يريد أن صار شباب الوزداد أن يسيرون بوشري بلوزان على كرسي الاحتياط يقول جئت من أجل التعدي يقول بأنه رغم كل شي قادر على تحقيق نتاج جابية مع شباب الوزداد الانطلاق من بشو صعبات توزيع لم تصل حتى إن وصل فبالغ واحد ووحيد ووحيد وأمام ثلاث مدافعين مهم بهذه الطريقة يصعب على شباب الوزداد من يسجل بهذه الطريقة إلا 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 فكانت هناك المعارة الفرطية التي صنعت الفارق والإنجاز الفردي نيكس بلواندي من ديال هو اللي قادر يسنع الفارق في هذه المباراة بشو بشو يعد مباشرة إلى زاميل سلمي ثم تغيير الجلاحة التوزيع تصد بأحد المدفعين كانت التوزيع من بن دراويا رايان الذي يعاول من هناك هل يستفيد من المخالف العاكم برايم يقول لا شيء يعتج الجمهور ولكن الكرة لصالحات لتكبرادو بدأت المباراة تشتعل ولكن لن تشتعل إلا بكرة ساخنة إلا بيادة إلا بإطارة إلا بنزع وجومية وابن عياد ضعت منه مباشرة إلى زاميل طويلة كنت أقصد أموالي حمزة عندير ضد دراوية تنركز ولكن إندار مستحق لعيب شباب الوزداد يتحكم في عصابهم الآن هذه إندارات مجانية ونساق يزيد عنده إندار آخر لا ينساق فريق بحاجة لك تكون هذا تكون هذا وما تكونش متنرفز الشباب ما وش بحاجة إلى عقوبات وبطاقة حمراء في هذه الفترة الصعبة آتليتيك باردو في هاجمة أخرى ضعت يسترجع بالشو آل انطلاق ضعبين يحتجون على عدم منح الأفضلية ثاني مرة أعتقد إبراهيمي لا يمنح لا يترك مبدأ الأفضلية للعبين وهذه مشكلة الكثير من حكامنا تطبقون القانون في بعض الأحيان أكثر من لزوم من صح هذا التعبير خطأ موجود ولكن أفضلية موجودة أيضا في كرة القدم لذلك يحتج تركات على الحكم إبراهيمي بحجة أنه الفريق كان قادر يقوم بهجمة مواكسة هنا هنا الانطلاق والكرة كانت لعناصر الشباب عنده الفرصة فيه العكس الهجمة الأمور واضحة اللعب واصل اللعب وكان قادر يعكس الأجمع براهيمي يفضل أنه يعود إلى الخالف ويطبق القانون ويقول فيه مخالف المهم هي أشياء تحدث في مباريات كرة القدم هي هو قوس فقط فتحناه ونغلقه بسرعة في انتظار أن يتحرك اللعبين مدامة المدرجات تتحرك هكذا بشكل مميز جميل في لائبي باردو أنهم يلعبون بشكل جيد لما تكون مدرجات مكتبة حتى ولو يكون كل الجمهور رضوا تعودوا على الضغط تعودوا أنهم يلعبوا 30 مباراة خارج قواعدهم من صحة هذا التعبير ما عدا لروبير بين قوسين في ملعب ومرح المادي أما حتى لما يستقبل في الحضور الجمايري من الضيوف ميسباح زكريا في الوسط تعود للكرة مرة أخرى إلى آدم زرغان الكرة دائما لبناء ياد البديل الذي يتحرك بشكل لافت سي دي بي في الصراع مع تركات يسترجع الكرة في نهاية مطاف المخالفة المخالفة لأت تكبر وكثرة المخالفات في هذه المباراة وكثرة توقف المباراة والانقطاعات التي تنعكس حتما على رتم المباراة بوداوي صاحب أخطر فرصة لأت تكبر منذ لحظات لم يتمكن من تمرير هذه الكرة تتعاون لجما معاكس سريع نعي بالغ بالغ يصر أمام ملائبين والحكم يقول مخالفة لشباب الوزداد أعتقد أنه قال اعتراض على بالغ ماذا المهم كرة ثابتة لشباب الوزداد هاي لعادة الاعتراض فعلا كان موجود على بالغ بالغ أبو سفيان يستفيد من هذه الكرة سلمي هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة الثابتة سلمي اللاعب والسلمي ياسين اللاعب السابق أيضا موجود في المنصة الشرافية التوزيع وبعيدة 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 وإلى ضربة مرضى حتى الكرة الثابتة لا تستغل بالكيفية اللازمة طبعا ياسين سلمي الجيل الرايع لشباب بلوزداد برفقة بطالة برفقة فيصل باجي طاليس جيل مميز وخطيرة بس الحظ يفاع شباب بلوزداد وسوء حظ آتلة تكبارات الكرة كانت بايدة لنا يجي التعادل يبقى سيد الموقف وأبو عبط يقدم الكرة لمسباح زكريا وآدم زرقان لبن عياد يسدد بن عياد أرضية وجانبية سيد الموقف سيدرق 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 وأبو عدته سيدرق تركاد يستفيد من الخطأ في نية المطاف تدخل واضح جرار قوي من عيجي جرار يبقى ساقط على أرضية الميدان 64 دقيقة كاملة العبنا من عمر هذه المباراة النتيجة لازالت متعادلة سلبيا مقابل سفر هنا في ملعب عمر حمادي ببلغين هذه المنصة الشرفية لملعب عمر حمادي ببلغين ولكن الأجواء أجمل في المدرجات المقابلة المدرجات البحرية والمنعرج أيضا اليوم صراحة ترفع القبة على أنصار شباب الأزداد الذين عاشوا أسبوعا صعبا وقفوا مع فريقهم ظلوا في مقر الفريق في الملعب في الشوارع يطالبون بالقاب فريقهم وخروج آدم زورغان في نهاية المطاف ليترك مكانه للعب رقم 57 هذا هو آدم زورغان الذي يغادر أرضية الميدان العودة مباشرة إلى سيدريك ترجمة نانسي قنقر طويلة الكرة الانطلاق الخطورة من جنبات التكبار دو كان في سؤتفاهم كان في سؤتفاهم تضعت هذه الكرة طبعا طهري هو الذي دخل مكان زورغان بوداوي صحب الفرصة الخطيرة التي ضيع للأتليتيك في هذا الشوت الثاني كل فريق أصبح تخوف من الآخر الرتم النسق لم يرتفع كثيرا مقارنة بالشوت الأول في نهاية المطاف فالمباراة أضحت مباراة حسابات كل فريق متخوف من الآخر أتليتيك لا يريد اللازيمة في هذه المباراة وشباب بالوزداد بمدربه شريف الوزاني سيد طاهري يفضل الحذر في الخلف يفضل إلى حد الآن من دون تغييرات من دون أن يبكي نفس الطريقة ثلاث لعبين في الاسترجاع كانوا يريد تفادي العزيمة في الخرج الأولى بانتظار استقباله لدفع تجنان في الجولة القادمة والمخالفة موالي حمزة عمل فردي يستفيد من فنائة المطاة المخالفة والانطلاقة من بوضاوي يحتفل بالكرة يتمكن من توزيها لم يظهر أتليتيك بارادولون بالمستوى الذي كنا ننتظره لذلك لو يتجرأ شباب لم يزدد هجوميا أكثر لديه الفرصة لكن الحذر كل الحذر ومهارات القردية لأتليتيك بارادول قادر على قلب الموازين في أي لحظة أو لحظات حتى الأتليتيك الفريقية الكثير أمر طبيعي هي ثقافة وتقاليد هذا النادي يمنح الفرصة لكل الأسماء الشابة لتلعب في الفريق الأول ومن هو مطلوب يتم تحويله على شكل إعارة واحتراف هذه فلسفة عائلة زكش المالكة لنادي أتليتيك بارادول مخالفة ضد بالغ ولسلح دفاعات تيك بارادول عشرين دقيقة قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة ككل طاري في انطلاق قليصة العنادي أتليتيك بارادول لكن التمرسي أوضعت بنعي يتحاول استرجاعها لازل الصراع على هذه الكرة ولكن من دون جدوى كرة ضيعة كثيرة من كل الجانيفين ومخالفة لشباب طبعاً الفرق لم تلتقي كثيراً في تاريخ المواجهات بين الناديين أول مواجهة عام 2005 في الخامس ديسمبر أتليتيك بارادول تاز بهدفين مقابل هدف ثاني مواجهة في نفس الموسم في الثالث في 30 مارس 2006 التعادل هدف مقابل هدف بين شباب الوزداد وأتليتيك بارادول في موسم جديد الموالي 23 ديسمبر 2006 شباب الوزداد يطلق هزيمة قاسية أمام تلك بارادول 3-0 في نفس الموسم الشباب يفأر ويفوز بهدفين مقابل 0 على بارادول 2017 0 مقابل 0 في الدهاب واثنين مقابل واحد في العودة هذه تاريخ المواجهات بين شباب الوزداد وأتليتيك بارادول المدرسة التي لم تلعب كثيرا في المحترف الأول أنها سقطتها بعد ذلك عادت بشبانها بينما شباب الوزداد يبقى الفريق لديه أكبر عدد من المباريات في القسم الوطني أول سابقا وكلاسيكو البطولة باعتم معنى الكلمة وبينه وبين مولودية وهران تاريخيا بالنظر إلى عدد المواجهات بين التاريخين بعد ذلك هناك الكلاسيكو بين المولودية وشبابة القبائل الكلاسيكو الجزائي طويل هذه الكرة آه خروج كاد أن يكون سيء من مساوية فيق ولكن في نهاية المطاف يستفيد من المخالفة سلامات لبالغ أعتقد أو من يرتقى في هذه الكرة قال أنا وبالغ وصار وحده وبالغ أموسو في هذه الوجوهة لم يجد المساندة اللازمة كأني بشريف الوزان يبحث عن التعادل في هذه المباراة هل خايف من الجانب البدني للعبي؟ هل خايف من الجرء الزايدة؟ هل خايف من رد فعل أكتك باردو في لاجمة المعاكسة؟ لأكيد في هذه المباراة هناك الإمكانية لفوز الشباب وهناك الإمكانية لفوز أتلتك باردو هذا هو شريف الوزاني إلى جانب عمروش عادل اللعب السابق والمدرب السابق لمولودية الجزائر أيضا نذكر المولودية نازمة اليوم مما دفاع العسن الجديد ولكن كل شيء يبقى قائم في هذه المجموعة الآن تيبي مزنبيت آهل وخلفه وفاق ستيف ومولودية الجزائر ودفاع الحسن الجديد بخمس لقاء لو يفوز وفاق ستيف أمام مولودية الجزائر رح يكون عنده ثماني نقاط ويفوز دفاع الحسن الجديد على تيبي مزنبي يكون عنده ثماني نقاط أيضا ولكن التأهل للوفاق لأنه الوفاق أفضل بفوزه في مبارك اللهم والتعادل في مبارك العودة لو تفوز المولودية ويفوز دفاع الحسن الجديد دفاع الحسن الجديد هو والتأهل لأنه يكون في كيل الحالتين بعد هذه التستوسع كل فريق بثماني نقاط ودفاع الحسن الجديد أفضل من المولودية لأنه التعادل في ملعب خمسة جولية وفاز عليه في الإياب ولو يتعادل المولودية والوفاق ويفوز دفاع الحسن الجديد يتأهل دفاع الحسن الجديد حسابات كثيرة في إحتمالية أيضا أنه يتعادل في ثلاثة ويكون عندهم في راسدهم ستنقات الأكد أن المبارتين ستلعب في نفس التوقيت في نفس اليوم في نفس الساعة والحسابات ستكون بين هذا الثلاث طبعا ذكرنا على ذكر المباراة التي انتهت لمولودية الجزائر منذ لحظات والمباراة التي عشناها معكم مع الوفاق السطيفي أمس بملعب الثامن مايو قبل أن ربع ساعة من نهاية هذه المباراة التي لم نشاهد فيها تعلن أشياء كثيرة من كلا الفريقين تتولى التغييرات وتتولى التوجيهات على خط التماس ولكن من دون جدوى إلى حد الآن في مباراة صراحة لم تكن بالمستوى الذي انتظرنا شرايتي يا صبري والذي سيدخل الآن شرايتي يا صبري إذن يدخل في مكان بوزوك يسري الذي تراجع مردوده في الشوت الثاني بشكل لافت في بعض المباراة حتى التعليق عليها صعب لما تغيب الفرص لما يغيب الأدى لما يتغيب المتعة تغيب مع هالكلمات أيضا فإن المعلق يعيش المباراة يعيش تفاصيلها يعيش جزئيتها متى الانطلاق متى المراوغة متى التسديد الجانبية القوية تسديد جانبية قوية من طهري البديل عبدالجليل فرصة لأتليتيك فرادو من بين الفرصة القليلة التي شاهدنا في هذه المباراة بودا وإيشام كان وراء العمل ثم عبدالجليل طهري يسديد والكرة جانبية جانبية المباراة قاله الكرة والمخالفة لأتليتيك فرادو بودا ويادا مميز تحرق كتير والعب بالكرة ومن دون كرة وضيع فرصة واجمة معاكسة لشباب الوزداد معه بشو 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 بالعرق الحكم هنا يخلي مبدأ الأفضلية لازلت الكرة لشباب الوزداد تسديد جانبية ضاعت الفرصة على شباب بالوزداد الحكم خل مبدأ الأفضلية وكانت المحاولة ولكنها مر الجانبية هذه التسديدة تسديدة بتسديدة وفرصة بفرصة في هذه اللحظات ونحن نقترب من العشر دقاق الأخيرة من عمر هذه المباراة والنتيجة لازالت متعادلة سلبيا سفر مقابل سفر لسجل يفوز الآن واللي يخطأ يدفع ثمن كاش أنا الخطورة وطاري لبي يتمكن من ترويض هذه الكرة إعادة لكرة تسعلم التي كانت قوية وجانبية فعل ما يجب أن يفعله فتع الزاوية سدد وفي نيات المطاف كانت جانبية موسيقى 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 الكرة دائما لسلع فريق أتليتيك باردو موسيقى زاكريا لبوداو هشام الكرة تبقى بين أقدام عناصر أتليتيك باردو ومحاولة الاسترجاع من جانب الشباب ولكن التفوق يبقى لباردو بعطاري بهذه الكرة لابن أياد موالي يبحث عن الرجل اليوم للتوزيع يفضل هذه الكرة هنا الخطورة جانبية كانت تسديدة قوية من سباح زاكريا ولكن أمر الجانبية ثلاث فرص في هذه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي كانت دون المتوسط ودون المستوى للأسف الشديد في انتظار الجولة القادمة لنستمتع سويا بمباراة أخرى كبيرة مثيرة ربما امتداء من الجولة الرابعة والخامسة يتحسن الأداء ويرتفع النسق وتمتلاء المدرجة أكثر مع انتهاء العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي والمهني والعملي وانخفاض أيضا درجة الحرارة وعودة المصطفين من الشوات والإندار لك يا سيديبي رغم اعتدارك برايمي وجه لك الإندار وهذا حتى تدخل على خطير هذا التدخل على البلاي يد تدخل خشي مكذف البطاق الصفراء مرتقية رايمي معد عدد ترك لمبدأ الأفضلية في مناسبتين البقية حاضر في هذه المباراة طبعا وابن مدينة بيجايا ورابطة بيجايا التي تقدم حكام متميزين ميال بن براهم براهمي ثلاث حكام حالي في انتظار بروز مواهب أخرى في مجال التحكم لملاد الموسم تغيير الآن بالغ يخرج متأثرا بالإصابة تغيير تغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبع دقائق فقط قبل نهاية هذه المباراة المتكافئة والهادئة والبعيدة عن التطلعات وعن المستوى الذي كنا ننتظره ونترقبه طبعا امور شباب الوزداد كانت واضحة منذ البداية عانى الامرعين حتى الناخب الوطني جديد جمال بالماضي لم يستمتع معنا اليوم في هذه المباراة طبعا اكتشف فقط الأجواء أجواء الملعب عمر حمادي هو لعب في ملعب خمسة جوليا لما كان لائبا وسيجول حتما مختلف الملعب بحثا عن أسماء يدعم بها الملتخب الجزيري التوزيع ولو أنه أرضية دي المرة خطيرة الدفاع الدخل لازلت الخطورة وتسديد بعيدة كل البعض برايمي من رابطة دلعب الخدى يزيل هكذا إذن شكرا لفريد بوسحيا لصحاحل الخطام المعلومة من دلعب الخدى هكذا رابطة زيوزو يبقى ميال وضمبرها من رابطة بيجايا طبعا شكرا لكل من يتابعنا ويوفينا بادي الأخبار ويصحح لنا أيضا معلوماتنا تحياتنا إذن لزميننا اليوم الخمس دقائق الأخيرة من هذه المباراة المتعادلة سلبيا المتعادلة سلبيا صفر مقابل صفر كنا نتمنى أن نستمتع ونشاهد الأقل مباراة مفتوحة فيها الفرص ولكن كانت مباراة تكتيكية مباراة لم ترقى إلى المستوى المميز يبقى سيدريك ساقط على أرضية الميدان هذا وجمور شباب الوزداد الذي عقد العزم على أن يبقى وراء فريقه هذا الموسم في أحلك الظروف البداية كانت في هذه المباراة يدرك بأن خروج فريقه من هذه الوضعية الصعبة مرتبط بتجند الجميع بدءا منه أقصد الأنصار بينما أتت إكبارادو مجموعة شابة ولكنها لا زالت بحاجة إلى إنسجام أكبر بحاجة إلى رتم أكبر بحاجة إلى نسق أكبر سيكتسبه مع قادم المباريات لأن المواهب شابة والتغييرات كثيرة ومع ذلك الانطلاق من بوضاوي والتغطية الدفاعية من هريدة هل يفاجئن فريق ما بأدف في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة ولو أن أغلبية المعطيات تقول وكل المؤشرات توعي بأنها مباراة من دون أهداف ومباراة التعادل هذه المباراة إلا إذا عدث شيء ما في اللحظات الأخيرة ونسبة هذا الشيء قليلا الكرة لأتليتيك بارادو التوزيع سيدي بي يروض الكرة تضيع تصل إلى مسبع زكريو سيدريك الخطورة والدفاع يدخل في نهاية المطاف مسبع زكريو يسدد بقوة وسيدريك كان في المكان المناسب تصدي ناجح لسيدريك والمتابع من بن عياد والدفاع يدخل في نهاية المطاف عن طرق الساخ لازلت الخطورة والمخالفة المخالفة المخالفة لمصب لمصباح زكريو في مكان مناسب خاصة لبن عياد آه الأتراض واضح قلت نسبة حدود شيء ما ضائل الفجأة التسديدة من زكريا من صباح وصدريك كان في المكان المناسب وتمكن من صداده الكرة القوية والخطيرة الكرة الثابتة لصالة تكبرد كالعادة في بطولتنا نصل إلى دقيقتين في بعض الأحيان من أجل تمثيل كرة ثابتة الحاكم يوجد صعوبة في تشكيل الجدار في احترام المسافة في إجبار اللعبين رغم أنه حتى إخراجوا للبطاقة الصفراء الكرة تصددم بالجدار لازلت الخطورة ولم تمر وحتى احترام المسافة القانونية لم يكن في هذه الكرة لمساوي وجواء التكبرد يرمي بكل ثقة بكل ثقة في الوجوم في هذه العادة الأخيرة من عمر المباراة من أجل هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي من المباراة من عياد لم يتمكن منها أماما ساخ وتخرج لاروكنية وركنية لصرح أتليتيك بارادو تنفذ التوزيع أرضية إخراج الكرة بأي طريقة كانت تتحول إلى أجمة معاكسة الوقت الرسمي سيتعى بعد ثواني ونتيجة لازلت متعادلة سلبيا سفر مقابل سفر ميسي بعض زكري يطلب من زملاء الصعود ولكن تكتل دفاع كبير يجرب عناصر شباب الوزداد الذي يحاول أن يعكس هذه الأجمة مع بشو هجمة معاكسة الانطلاقة محاولة المرور المراوغة التوزيع وسهلا بين أحضان موسى وتفيق الحكم أضاف خمس دقائق كاملة كوقت بدل ضايا بدنيا عناصر شباب الوزداد غير قادر على المواصلة هناك لعب ساقت على أرضية الميدان جرار الحكم لم يراه يخلي اللعب يتواصل ولكن يبدو بأنه يصاب جرار فعلا خطير يطلب طبعا الحكم منفرد أنه يوقف اللعب لأنه سلامة اللعب أهم من أي شي لم يراه ولكن الحكم مساعد من فرد أن يراه من كله فعلا آم يشوفه طبيعي جدا من دار لجرار يبقى ساقط على أرضية الميدان عادة الحكم وأشهر البطاقة السفراء في وجه جرار إذن اللحظة الأخيرة من عمر هذه المباراة المتعادلة سلبية صفر مقابل صفر هدى بملعب عمر حمادي ببلغين إذن تات النتيجة على نقطة ثمينة لشباب الوزداد بالنظر إلى كل ما عاشه قبل بداية الموسم عدم تأهيل اللعبين في مباراة عين مليلا خسر على البصاد في ثلاثة مقابل سفر حتى الأمال لم يقال بسبب التأمينات الآن كل اللعبين تمت عيلهم الفريق بين ناقص من ناحية البدنية ناقص في التحضير ناقص في الانسجام تنقص أشياء كثيرة ناقص في كل الخطوط تقريبا وبعد هذه الانطلاق من الأطلطي كالعاد عودة المدفعين قلت في نقائص من جانب شباب بلوزداد بإمكانه أن يتدارك ويندار لتريكات وكرة ثابتة لأتليتيك بارادو في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة هذه المرة بنعياد هو الذي يريد أن يتولى التنفيذ ومعه أيضا القائد بوشينا اللي عنده تسديدات قوية قلت ماما كانت المعطيات في هذه المباراة أكرد المعطيات الخاصة بفريق شباب بلوزداد قلنا نقطة تبقى غالية ومهمة في هذه المباراة أتليتيك بارادو ينقصه عامل الانسجام ينقصه الجرأة الوجومية والعمل الوجومي فيه نقائص من جانب الانسجام بعد التغييرات التي حدثت في الفريق لا يفوس في ثاني درب له على التوالي إلا إذا حدث شيء ما في هذه الكرة التابتة التي قد تكون الكرة الأخيرة لأتليتيك بارادو في هذه المباراة لا يفوس لأنه تعادل أمام مولودية الجزائر ويسدداب وبنعياد وتخرج مباشرة إلى الركنية استدمت بالجدار وذهبت إلى الركنية قبل الدقيقة وثلاثين ثانية من نهاية هذه المباراة تتنفذ الركنية في القائمة الثانية غطيرة وإلى ضربة مرمى ضربة مرمى لصالح دفاع شباب بالوزداد التغيير من شتى الآن تغيير طاكتيك لربح الوقت كما قلت بدأ واضحا بأنه طبعا يدخل في مكا جرار لخرج متأثرا بالإصابة أعتقد كل فريق وبالأخص شباب الوزداد راضي بالتعادل في هذه المباراة التي كما قلنا كان فيها الاندفاع كانت في لحظات وفترات من الرغبة من الإصرار ولكن أغلب فترات المباراة كانت فاترة لم نشاهد فيها أشياء كثيرة المهم آتليتيك بارادو لا يفوز في المباراة المحلية يتعادل أمام المولودية ويتعادل اليوم أمام شباب الوزداد ونقطة لشباب مهمة من نعية المعنوية قبل 15 ثانية من إعلان الحكم برايمي على نهاية هذه المباراة هنا في ملعب عمر حمدي ببلغين المؤشرات كلها مؤشرات مباراة متعادلة سلبيا سفر مقابل سفر في لاعب ساقط على أرضية الميدان ونعيجي الذي كانت في بعد هذا الاحتكاك مع النساخ صعبة بالكتف مع ذلك سلامات بالنسبة لنعيجي والتغيير الآن بدخول أعتقد شتال مكان جرار لخرج اضطراريا منذ الحضار ترجمة نانسي قنقر نعيجي تقدم لسافات على خط التماس الهادي عشر إلا دقيقتين هنا في ملعب عمر حمدي ببلغين تنتهي بصارة الكروية بتأدل سلبي سفر مقابل سفر كما قلنا كل المؤشرات كانت توحي بهذا التأدل الذي كان يبحث عنه شريف الوزاني ستار وشباب الوزداد رغم المعام ترجمة نانسي قنقر